أكل وجود نشام الدفاع المدني في موقع مهرجان جرش للثقافة والفنون المختلفة مصدر ارتياح لمرتدي المهرجان من خلال تقديم الخدمات الإنسانية والإسعافية الطارئة عند الحاجة وبما يضمن الحفاظ على سلامة زوار ومرتدي المهرجان قمنا من خلال مدرية الدفاع المدني بإنشاء أربع محطات خاصة بالدفاع المدني كل محطة تحتوي على سيارة إسعاف وأطفاء وأنقاذ هذه الأيات مزودة بكافة الطواقم للتعامل مع كافة الحوارث كافة المواقع مزودة بدوريات راجلة هذه الدوريات تتم وتمرها في كافة المواقع تتمكن من سرعة الوصول إلى أي موقع يصعب الوصول إيه من قبل سيارة الإسعاف من جانبها تواصل قوات الدرك جهودها في حماية موقع المهرجان ومنع أي تجاوزات أو مخالفات أو سلوكيات من شأنها التأثير على فقرات وفعاليات المهرجان قيادة درك الشمال بالتعاون مع مدري شرطة جرش ودفاع مدني جرش وضعت خطة مسبقا بالتنسيق بينهم على المحافظة على الأمن وسير مهرجان جرش بسلاسة قوات الدرك قسمت عملها إلى ثلاث أقسام الطوق بعيد بحيث يضمن القادم إلى جرش سلامته وأمنه وطوق القريب وهو ضمن حدود جرش وطوق الملامس ضمن حدود موقع المهرجان والأثار كان تواجد قوات الدرك والأمن العام في مهرجان جرش جدا جميل حفظوا لنا سهلوا علينا الدخول للمهرجان كان في أمن وأمان وعن جد بشكرهم جدا ويعطيهم ألف عافية وشكرا كثير على جهودهم ما هي غريبة عليكم هذه هذه عوايدكم يا النشامة وبكرام ضيفكم وحنا ببلدنا الثاني إن شاء الله يشار إلى أن مديرية الأمن العام ماضية من خلال كافة وحداتها وتشكيلاتها بتقديم كافة الخدمات الأمنية والإنسانية طيلة أيام المهرجان وبشكل يعكس الصورة الحقيقية والمشرقة للأردن في تنظيم هذا الحدث الفني العالمي